اهلا بكم حلقة النهاردة من دكتور كارلوس تيبس هي نصيحة من ضمن سلسلة نصائح للحفاظ على جمال ونظارة البشرة نصيحة النهاردة هو لازم تحمي بشرتك من اشعة الشمس الضرة اشعة الشمس الفقب النفسجية سواء كانت الفقب النفسجية لقصرة المدى او طويلة المدى لها اضرار جانبية كتيرة جدا على البشرة زي ان هي بتساعد في ظهور حبوب الشباب بتساعد في ظهور البقع البنية والتسبقات الجلدية وكمان اسمرار البشرة كمان لها دور ولها اضرار جانبية ان هي بتساعد في ظهور التجعيد وشيخوكة البشرة المبكرة بالاضافة ان هي ممكن تؤدي الى سرطان الجلد عشان كده بننصح كل الناس لازم تستخدم واقع الشمس قبل ما تتعرض للشمس بربع ساعة ولو هنتعرض للشمس فترة طويلة نقرر استخدام واقع الشمس كل ساعتين لو هنستخدم ميكاب قبل ما نحط كريم الاساس بعشر دقايق نحط واقع الشمس وبعد كده نحط كريم الاساس وبعدين المكياج خد بالك وحنا بنختار واقع الشمس لازم ناخد النوع المناسب حسب نوع البشرة لو البشرة الدهنية او مختلطة بنختار واقع الشمس يكون على هيئة فلويد او سائل لو البشرة جفة او عادية بناخده على هيئة كريم لو البشرة لونها فاتح ناخد واقع الشمس يكون درجة الحماية بتاعته عالية لان البشرة الفتحة بتتأثر بسرعة باشعة الشمس عكس البشرة الغمقه ممكن ناخد عامل حماية تواقع الشمس يكون قليل لانها بتبقى ما بتتأثرش بسرعة زي البشرة الفتحة كمان لو بشرتك حساسة ناخد النوع المناسب من واقع الشمس حسب نوع البشرة بالاضافة ان هو لازم يكون فراجنس فري او خالي من العطر عشان ما يسببش اي تهيج او احمرار او حسية للبشرة يبقى ما نهملش ان احنا نستخدم واقع الشمس قبل ما نطلع في الشمس بربع ساعة نختار واقع الشمس المناسب لنوع بشرتنا ولو البشرة حساسة نحاول نختار واقع الشمس يكون خالي من العطر كده نكون خلصنا حلقة النهاردة من دكتور كارلوس تيبس لو عجبك الفيديو لايك للفيديو وشير عشان كل صدقائك يستفيدوا ولو لسه ما شتركتش معنا في القناة يرد تعمل سبسكرايب عشان الفيديوهات الجديدة توصل لك اول